موسيقى أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بدنا نحكي الآن عن الوضع النفسي والاجتماعي للأطفال السوريين في مخيمات اللجوء بيسعدنا نستضيف الدكتورة فاطمة نرجال وهي خصائية تربية خاصة أهلا وسهلا فيك دكتورة ببرنامج جيران أهلا وسهلا فيك سيد مساكم حياكم الله أول ما نبدأ يعني نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين حياكم الله بأي مكان كنتم موجودين وإحنا يعني الشعب الأردني الشعب مضياف شعب استقبل جميع الأخوة العرب باستثناء من دون جنسياتهم يعني يعني بننظر إحنا للأخوة الموجودين عنا كأخوان وليس كاللاجئين يعني إحنا بنحاول نبعد هاي البصمة أو الوصمة اللي بكلتا اللي بتيجي مع كل واحد يعني بس إنه بتعرف حسب الظروف السياسية إنه اللي بنتقل من بلده إلى بلد آخر يصلح على يسمى لاجئ نعم فهلية نعم دكتورة أنت أدي كنت بيتفاعل مباشر مع الأطفال السوريين هذا التفاعل مباشر يوميا كان مع الأطفال يعني أدي مدته كم سنة؟ إلي خمس سنوات ثلاث سنوات كنت في مخيم رجيب الفود والسنتين الحاليات يعني السابقات فكنت في مخيم الأزرق مخيم خيزم شو كان دورك يعني؟ أنا كنت مديرة مدرسة يعني كنت مديرة مدرسة الأساسية يعني وكان العام الماضي في مخيم الأزرق كان كاهل كبير كتير جدا لأنه استلمت المدرسة وكان عدد طلابها وصل عندي 2500 طالب واختلط من الصف الأول للتالت باستثناء الروضة فمثلا الصف الأول كان عدده 24 شعبة الروضة كانت تسعة فلما أنت يوصل عندك مدرسة بأعداد 2500 وذكوره إناث فبتكون فيها كتير من المشقة يعني تعتبر مديرية أكيد دكتورة بدنا نفوتك بكتير بتفاصيل ولكن يعني فورا هيك بيخطر ببالي سؤال يعني عن قبل يعني قبل ما نفوت بهذه التفاصيل عن النتيجة اللي وصلتي لها بعد ما أنت يعني قعدت خمسة سنين بتفاعل مباشر مع الأطفال السوريين شو هي النتيجة اللي أنتو وصلتي لها بالتعامل مع الأطفال السوريين؟ النتيجة اللي وصلت لها إلهم إنه التأثير الإيجابي إنك تتعامل معهم إنك تترك بصمة في حالة إنه لما نطلع نجع للزرقاء مثلا إنه والله هاي مديريتنا هاي معلميتنا هاي كنا معاهم بتفاعل خاصة لإنه إحنا مندرسهم يكون معانا باليوم أربع ساعات غامل ساعات فبدي يكون أكيد 100% فيه تفاعل وفيه شغلات إيجابية كتير يعني يعني بكون يستنون على الأبواب إنه هاي نأيجت المدية هاي مثل المديرة إيجت هاي مثل المعلمة اللي في العنية إيجت ست وفاء إيجت ست حنان إيجت فبكون يستنون يعني كل طفل مستنين لمعلمة اللي كانت هي الدرسه يعني طب والصورة الأخرى هل وصلت لنتيجة إنه فعليا الأطفال السوريين بيمروا بأزمة نفسية واجتماعية نتيجة للحرب في سوريا؟ هلأ بدأت تخف لأنهم لهم عندنا خمس سنين في ست سنين تزداد هاي الأزمة اللي بيجونا جداد يعني اللي بيجونا من المخيمات التانية اللي بيجونا مثلنا اللي مهجرين هي هاللقيات الهجرة العكسية هاي الهجرة العكسية بتأثر بتأثر على الطالب لما أني يكون مثلا عندي موجود في الزرقة كي النقل مباشر للمخيم الأزرق أو لمخيم الزعتري لأن هذا الاسم هم لاجئين مش لازم يضلوا في المدن فكلهم بلموهم هاللقيات وين؟ على المدارس اللي عنا أو على المخيمات الموجودة عندنا مخيم الأزرق أو الزعتري أو رجيب الفود أدي أثرت يعني من خلال تجربة خمسة سنين وهي تجربة طويلة يعني خلينا نقول نوعا ما أدي أثرت الحرب فعليا على الأطفال السورية؟ والله هي أثرت كتير يعني في منهم أطفال أحيانا ما بيناموا الليل في أطفال تجيهم نوبات أحيانا بتحسها زي نوبات الصراء وأكتر النوب اللي هي عندهم الخوف 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 الشديد جدا خاصة لما يكون عند أطفل عمره ست سنين ولا سبع سنين ولا ثماني سنين إذا شاهد هاي مشاهد الحرب هاي كارثة هاي كارثة إنسانية يعني مش أقول كارثة طبيعية لا يعني كوارثة ربانية لا هاي كوارثة من صنع الإنسان إجتنا نتيجتها على تدمير الأطفال هذا هذا الجيل هذا الجيل الناشئ الجيل الطالع هذا يعني أنت بترسم له مثلا بعد عشرين سنين إيش بدو تصير فيه هذا؟ هالليات إحنا عنا صف الأول الثاني الثالث في طلاق قدموا توجيه في طلاق ونخرطوا في الجامعات الأردنية يعني بدو يدرسوا فيها بس في أطفال لسه يعني حسب طيب إذا خلينا نفوت أكتر عندك إذا بتحكي لنا عن حالات شفتيها بشكل مباشر يعني مثلا أنا عم نحكيها لأنوياكيشو أكتر حالة أو حالتين تتذكريهم ممكن تتذكريهم في حالة أثرت يعني بس هي كانت يعني شغلت الضرب على البنت يعني احتمال الضرب بجزء من قبل الأهل يعني كان الأب في العنيف معها يعني فهاي الطفلة ما تكون بصفت تاني وتشوف أظهر الضرب بعدين هي تحكي إنو الأب كان يضربها بعد بعد شوي لما شافت استدعين الأب بدأ الأب يأثر عليها يعني فكان هادي شوي صعبة وشغلة تانية فيه أحياناً تفكك الأسر نتيجة كمان للحرب نتيجة للحرب يعني هاي بتأثر يعني إنو كيف الأم لما بتترك ولادها فالطفل ما بدي يجي عندك بدي يكون مهدم نفسياً يعني كيف بدك تحسسه بالأمان يعني فهون بدي يرتبط مع المعلمة معا بدي يرتبط مع المرشدة بدي يرتبط مع المديرة بدي يكون كلياتنا يعني حلقة متواصلة مع بعض طب حالات أخرى نتيجة للحرب بشكل مباشر أثرت فيك في عندي طفلة بالروضة يعني مع إنو أمه وأبوها موجودين بس كان يومياً لازم تيجي عندي يومياً تيجي تسلم علي وتبوس إيدي لها بلاش تبوسي إيدي تحضيني من هون وتبوس يعني أنا أجي أعملها بالمثل يعني وأحضنها وعدها بحضن يعني فيدي صور معاها يعني بتقول لي بحبك خلص يعني لازم إنو يومياً لازم أجي وأشوفك ودخلت أنا الرغضة يعني مع إنو سنها كان لا يسمع بس لإنها كانت ما أبوها والأبو أحكيلي شفيها شف حافظة القرآن حافظة الفاتحة سمعت لي إياها حافظة صورة الإخلاص سمعتها تلو بدخلها ممتاز طيب كيف بتظهر أيضاً آثار الحرب على الأطفال بخلال تعليمهم؟ يعني هل فقط مقتصر إحنا دائماً بنعرف إنو أكتر شغلة بتظهر فيها آثار الحرب هي ممكن عن طريق رسومات أو عن طريق الشعر أو عن طريق كتابات معينة هل فعلياً هذا لمستو بشكل مباشر؟ خلال رسوماتهم تظهر نعم خلال حسط الفن خاصة إذا كان في منهم مبدعين يعني كل ما يجيت للمرحلة العليا التنوية والهاد فبتلاقي عندهم هاي الصور يعني بتلاقي عندهم مثلاً رسومات الحرب رسومات تدمير البيوت رسومات الأشخاص مثلاً اللي ما إلوا إيد أو ما إلوا رجل يعني فهاي بتكون واضحة يعني خاصة الألوان اللي بيختاروها فبتحس فيها بس خلال الدرس بتحس فيها المعلمة إنه كيف الطفل بيكون عنده السراحان يعني بيسرح بيسرح قبل لما تجذبوا معاهم مرة تانية لما بتتأخدوا معاهم فهذا بيكون أكيد نتيجة الشي براسق في ذهنه يعني تعلق بذهنه أكيد هذا بأثر عليه يعني لأنه بتذكر إنه كيف كنت وين صرت وين هلأيات الآن أنا يعني عمليت لهم مشكلة لأطفال إن هم موجودين بمخيم الآن بدأت أول ما يجوا مثلاً طبعاً أكيد أنت أيها وأنت هلأ يعني تنتقل تكون في بيتك تنتقل مخيم يعني نتيجة ظروف يعني نتيجة حرب أنت بدك هلأ إيشي بتفكر فيه الأمام يعني لما بالمخيم يعني بعرفي إنه فيه سلبيات بس في الإيجابيات يعني نوعاً ما تطغى لكن إنه أهم إشي إنه الأمام بما إنه وصل هو المخيم فيه موجود فيه مثلاً فيه البيت اللي ينام فيه ويحس فيه كارفانة آه كارفانة وإنه ينام فيها ويحس هون بدأ يشعر شوي هيك في الأمام بدأ يحس إنه فيه أنا عايش في بلد فيه أمام مثلاً لما كان تمر الطائرات اللي لما كنا بالأزرق مثلاً طائرات الحربي ميقاعدة الأزرق لما كانت تمر الهليكوبتر كان فيه الأطفال يخافوا لأن إيش بتذكرهم بسوريا بالطائرات بالغارات الحربية اللي كانت تجري عليهم الطائرات فكان يخافوا كتير رأساً يتخبوا فعلياً لاحظتوها آه لاحظتها يعني إنه فينا نقول فينا نقول دكتورة أنه يعني فيه نسبة منهم لسه ما قدر يتجاوز آه لسه ما قدر وفي منهم لما كان لما كنت في مرجيب لما شافوا الطائرات العسكرية الهليكوبتر كان فيه عشرين طيارة كانت تعمل يعني التشيك تعملت لاختبار تيست يعني فكامل الأطفال أصلاً هيك المراجدة على الحجار عليهم فأعتبرهم كأنهم أعداء طب مع أنهم طب هذا ما يعني هما بنفس الوقت منهم المقتنعين أن هما ببلد آخر يعني ليش ما هما بدهم لأنه لما شافوها بجزء ربطوها إنه بسوريا آه نعيوه لا لا خاصة أول سنة يعني أول أشهر لما أنت بدك تفت على المخيم بدك تشوف شو هالطبيعة الأطفال اللي جايين عندك من أي مناطق لأن مناطق متعددة لما يجيك من درعة يجيك من الرقة يجيك من حمص من ريف دمشق يجيك من حلب الدكتورة تحس أنه الأمم المتحدة ومنظمات الأمم المتحدة في تقصير من قبلها تجاه الأطفال أم أنه عملها كان يعني على أكمل وجه فيما يخص دعم الأطفال من ناحية نفسية والاجتماعية لا هي اليونسيف نظمة الأمم المتحدة يعني مع اليونسيف هي داعم كتير للأطفال السوريين خاصة بالذات يعني خاصة لأنه بتضم منظمات عالمية يعني مثل ARD والNRCU آه طبعا منظمات هاي بتتخدم نعم خاصة تخدم الأطفال والطلبة الموجودين في المدارس في منظمة كير منظمة نارويج فيه كمان منظمات يعني بتكون الهلال الأحمر هاي كلياتها بتكون داعم يعني بتكمل بتحاول يعني طب شو الطرق اللي صرتوا تتعاملوا فيها من الناحية النفسية لدعم الأطفال نفسيا يعني نتيجة انت حكيتي يعني مشاهدي كتير إن كان بحاجة لحنان مثل الطفلة اللي اللي مثل ما حيما بتقبل وجوده بمخيام اللي بتكون عنده ردة فعل نتجة انت شاف طيارات هولوكوبتر كيف ورسومات وغير ذلك أول صرحان إذا من نلخص يعني كيف عم تتعامله نفسيا؟ هاي بتكون نفسيا إنه كيف بتك تحسس الطفل بتوصله مرة ع مرة إنه يحس بالأمان نعم وكيف إنك بدك تعطي العلاج المناسب إله عن طريق أسليب العلاج النفسي اللي هي بنجأ إلها للثواب التعزيز المادي التعزيز المعنوي التعزيز النفسي مثلا عن طريق الهدايا عن طريق إنه والله أنت بتجنم أحلاك شوف ما أحلاك هاي عادي طيار عادي تعال هاي أنا وياك بنمشي معاك شوف هاي الطيارة نعم مثلا بنجيب لهم عن طريق التليفون الخلويات نجيب لهم البرامج تكون موجودة عن طريق الأغاني مثلا اللي بتكون على التليفونات بحفظوها الأطفال الأناشيد مثلا بتعطيهم لمعلمة حساس الرياضة نعم الركض هاي يعني مثلا نركض الألعاب الألعاب السويدي البسيطة الرقيقة جدا للأطفال فهي بتساعدهم يعني مية في المية يعني مع الأيام بصير يتأقلم طب وفعليا عم تشوفوا نتيجة؟ آه أكيد مية في المية هم تحسوا بالنتائجة مسجلة عند مربية الصف مسجلة مع المرشدة ومعنا إحنا منشوف إنا شو طرط في تغييرات في تغييرات إيجابية ودائما الأغلب الله يلي التغييرات الإيجابية يعني عم بتكون تغييرات إيجابية طيب المناهج اللي عم تتاخد بالمدارس إن كان بكل المخيمات وكل المدارس في الأردن هي مناهج أردنية عم بتفاعلوا معها الطلاب مثلا؟ آآ بتفعلوا معها الطلاب. منهج جميعها كل منهج أردنية. بتفعلوا معها الطلاب. لكن وجدنا صعوبة في مادة تدريس اللغة الإنجليزية والتربية الإسلامية شوية لأنهم مش هديك التأثير أو التأكيد على دراسة مثلاً التربية الإسلامية الديني الإسلامي. نعم. ندرجة مدارس النظام كان ما كان فيه اهتمام بالتربية الدينية. آآ آآ ما كان اهتمام إليهم بالتربية الدينية. بس إحنا بنهتم فيها لأنه موجود عنا فيه مناهجنا. نعم. ما كان عندهم موجود يعني. موجود كان عندهم يا إنجليز وفرنسي. وكذلك ما فهمتم منهم بيهتموا باللغة الفرنساوية. فيه اهتمام. هاي بقى اهتمام لغة الفرنساوية. الإنجليزية يعني عادي. ممكن هلأ صارت الإهتمام بلغة روسية. آآ آآ الانجليزية بالنسبة للطفل الصف الأول تاني تالت ما بكون عندها صعوبة عندما بتتعلم اللغة العربية مع اللغة الإنجليزية. أما كانت الصعوبة في المراحل العلية خاصة الأول فانوي التوجيهي التاسع السابع كان يشكوا كتير لمعلمات يعني طيب فيما يخص طب بتسأل مثلا هم أكيد بالمراحل الأولى بيدرسوا الجغرافية الأردنية التاريخ الأردني بتسألوا عن التاريخ السوري أو الجغرافية السورية لأنهم موجودين في الأردن فلازم يعرف أنه الأردن لازم استلام الملكي النشيد الوطني مقابل هذا الشيء بتلاقوا طلاب يسألوا عن الجغرافية السورية أو التاريخ السوري لأنها بلدهم ما رح ينسوها مئة في المئة أكيد مئة في المئة يعني لما تقعد معهم مع الأطفال مع الأهل المساعدات السوريات يعني كل واحد بحكي لي لأنه لما كيف كان في حمص كيف كان أراضي كيف كانت المياه عنده موجودة كيف المزروعات كيف كانوا رعي الغنم البقر اللي عندهم فهذا يعني هذا الطفل ما رح ينسى شي مؤكد ما رح ينسى هاي النقطة مهمة كتير دكتورة يعني اليوم الانتماء سوري بنفس الوقت يحصل على تعليم أردنية موجودة بالأردن ممكن تتشكل مستقبلاً عند الأطفال أزمة هوية طبعاً نحن بالنهاية كل آياتنا عرب وكل آياتنا نهاية ترجع للأيدولوجية يعني الفكري الموجودة اللي عند الأمم يعني ممكن يكون في عنده أزمة يعني بسهلاً بين إنه يصير انتماءه إنه سهلاً هو سوري بس انتماء أردني أو شيء محزن ما هو فيه إيش هو اللي بي هون عنده إيش هو اللي متوقع بديه إنه هل هو عنده بدي يرجع لسوريا وبيدي أضل أنا سوري بدي ألغي بصمة اللاجئ هل أنا أنا في منهم بولك لا أنا ما بدي أرجع لسوريا أنا هون استقريت وخلاص وفي منهم يعتبر الأردن مبر عبور للهجرة الثانية شوف كمان هجرة يعني من سوريا من هجرته من لسوريا للأردن بعدين من الأردن بروحوا على كنادا بروحوا على ألمانيا على السويد واللي على تركيا وتهريب يعني وحالات يعني نعم شاهدت فقط ناس يعني كانوا موجودين عندك بتحبيهم أه 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 شاهدت ناس إنه يعني وكان فعلاً صافروا لألمانيا وتكيت عليهم يعني فعلاً فاصة لأنه كانت معي مساعدة سورية وإنها طلعت لألمانيا بعدين كيف لما أخدت خواتها فأنت لما تتعامل معهم مدة ثلاث سنوات إلك معهم أكيد مية في المية بدك يعني هيك طيب أدار في تفوق بين طلب السوريين أدارين يحققه التفوق يعني بيكون زي المدارس الأردنية مثلاً كل صف إلا حسب المنحن الطبيعي للذكاء يكون في عندك أطفال طلع من كل صف خمسة يعني لك يعني وضع الطبيعي وضع الطبيعي وضع الطبيعي في متفوقين وفي كسلانين يعني وضع الطبيعي وما إجيت إنتهى اللقيات باستثناء السوريين ولا المغاربة ولا العراق ولا الأردن إلا هاي موجود هاي حسب المنحن الطبيعي لسلم الذكاء كيف تتعامل مع الطفل المشاغب نتيجة للظروف الطفل المشاغب أنا أبحكي طفل المشاغب خاصة جداً يعني خليه يلف حوالي نساحة مرة مرتين الطاقة اللي عنده هاي الكتير الأوفر يعني لما يركض بتخفي كتير بعدين حلو الفكرة آه طبعا هاي العلاج بعدين إذا كان إذا بتتوفر عندك بركة أسباحة خليه يسباحة كل هاي الشحنات السالب الكتير يطلعها يطلعها بأسباحة بعدين استلموا بكون إيش طبعاً هونه هاي دي هاي هاي دي وراء طيب دكتورة بدنا نستفيد نتيجة أنت يعني كونك خصائية تربية خاصة شو الإرشادات اللي بتواجيها للسوريين اللي عم بيحضروك هلأ اللي عندن أطفال متأثرين من ظروف الحرب من ظروف اللجوء يعني عندن هما ظرفين الطفل اللي موجود بالأردن مو بس عنده ظرف الحرب مشاهد الحرب أينما أيضاً ظروف اللجوء بعيدة عن وطنه شو الإرشادات شو يتعاملوا معهم يعني أنت قلتنا هلأ الطفل المشاغب يركض فرغ لطاقته الطفل المتأثر شو عندك إرشادات يعملها توصيات الأهل يعني عندك بيجينا من زي ما حكيت من قبل من سوريا من مناطق متطرفة من سوريا في من الأطفال أو في من الأهالي يعمرهم ما شافوا مدارسه طبعاً أنت لما بدك تدخل طفل على مدرسة هاي ما بعرفش فيها خاصة لما تكون طبيعة المنطقة طبيعة زراعية رعوية فبيهتموا هم إنه مثلاً إنه عندهم الإنجاب والأولاد كتير بكثرة يعني بكثرة لا توصف يعني فأنا لما بدي أجي للطفل هنا أول إشي إنه بدي يتفهم إنه بيكون في عندي محاضرات ندوات توعوية للأهل عن طريق مجالس الأمهات والآباء إنه الآن الوضع باختلف مش إنتوا في سوريا إنتوا الآن في الأردن إنتوا الآن تكونوا تتأقلموا مع الوضع الموجود الحالي الموجود هنا إذا اقتنع مع الأطفال مع أولاده مع الحي اللي هو موجود فيه مع المخاطير موجودين فيها بتمشي الأمور نعم بكل أريحية يعني طب بخصوص الطفل السوري اللي ليس من هاي المناطق إنه ما جاي من مناطق الحرب متأثر بظروف الحرب متأثر بظروف اللجوء وعنده ردات فعل قاسية كيف شو بتنصح الأهل يا بنصح الأهل أول إشي يعني المرشد اللي موجود عنا في المدرسة بعدين في عنا المربية الصف لأن بتكون تواصل معها كتير يعني يعني في منهم فترات إنه كنا نرصد قديش حركات اللي بعملها كمان مشاغب باليوم كمان ساعة مثلا كل ساعة قديش كمان المشاغب اللي عنده مثلا فيك ضمن البنات يعني إنها مش ممكن تجلس محلها اللي تيجي وتنط عند المعلمة هادي في هاي حركات يعني والإشي التاني إنه ينخرطوا مع المنظمات الموجودة مثلا أنا بعالج باللحظة اللي بكون فيها موجودة بالمدرسة أنا بدي الآن يكمل ناس ما بعد المدرسة طيب بالبيت شو أو بالكرفان بالبيت هلأ بالكرفان بدي يعمل في عندك منظمات الموجودة في المخيم هاي المنظمات تعتني بالأطفال اللي إيش الموجودين عنا جميع الأطفال بتعتني مثلا الصبح بتكون تعتني بمين مع الأطفال الذكور المسهة بتكون مع مين مع الإنار هيك بتعمل يعني دوء عكسي عكسي أي وعكسي طب و بالكرفان نفسه شوف بالكرفان كيف تعمل باللطف آه إرشاداتهم تكون مع الأهل يعني بالنسبة للطفل اللي بيعاني من حالة نفسية في عنا بال بعلم النفس يعني بنسمها دراسة الحالة هاي دراسة الحالة بنيجي للطفل بناخد العمر إيش المشكلة اللي بيعاني منها بنعمله برنامج علاج إله بيكون هذا البرنامج العلاجي مع المرشدة ومع الأب طلع الأهل إنه أنا ماشي مع ابنكم ببرنامج علاجي بتقوم أنتوا هذا البرنامج تطبقوا معاي وتتابعوا معاي في البيت شوف مين بيأثر على المطيرات البيئية كتير بتأثر على الطفل هلأ ما يكون عندي في المدرسة أنا ممكن أطبطه بطبطه يعني بس لما يروح عليات الآن للبيت البيت بدي يكون في عندي ضوابط للبيت اللي هناك اللي تكون يتفاعلوا معاي يتعاونوا معاي لحل هاي المشكلة اللي بيعاني منها الطفل متفائلة إن شاء الله أه بتفائل دائما يعني بخصوص أنه الأطفال الجيل الجديد كتير رح يطلع إن شاء الله إن شاء الله لا بطلع منه إن شاء الله لأنه بيدرسوا وإلهم نتائج وفي كمان شغلات تانية إنه هم منهم عرفيين مهنيين يعني بيشتغلوا مع بالإضافة للتدريب بدرسوا هاد بيشتغلوا يعطيك ألف عافية الله يعافي أكتور رفاض من نجال خصائية تربية خاصة شكراً كتير لألك شكراً لكم يعطيكم العافية وحياكم الله أهلاً وسهلاً فيكم شكراً مشاهدينا فاصل قصير ومن بعده بدنا نعرف مين خطف الكباي من رأس المعون ابو معنا موسيقى موسيقى